صباح الخير صباح السعادة صباح كل حاجة جميلة على كل اللي بيشوفونا في كل مكان حلقة جديدة ويوم جديد في البداية كنت حابة اتكلم معاكم كده عن الامل وعن كل حاجة جميلة مشرقة عايز اقول لكم في البداية ان الحياة جميلة ان الحياة فيها حاجات كتير جدا 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 لو احنا بصنا لها او استغلناها صح بجد هنطلع باجمل وبافضل النتائج عايز اقول لكم في البداية اي انسان مننا اكيد اكيد جوا شوية حاجات مش حاجة واحدة لا شوية حاجات لو احنا ركزنا فيها او قلقينا عليها الاهتمام والضوء احنا مش بس هنطلع بنتائج مبهرة لا بالعكس هنطلع بنتائج رهيبة عظيمة زي مثلا بما ان احنا في فصل الصيف نستغل الموضوع ده وفي نفس الوقت احنا في عندنا وقت فراغ زي مثلا الطلبة والطلبة الجميلة اللي خلصت امتحان وان شاء الله باذن الله نكحين وموفقين في حياتكم مش بس في الامتحان لان عمره ما كان امتحان المدرسة كل حاجة لا بالعكس امتحان المدرسة اكيد طبعا مهم جدا بس الاهم ان احنا نبص جوانا ونبص على الجانب الجميل المشرق زي مثلا بما ان احنا في فصل الصيف وان احنا في الاجازة نشوف احنا موهوبين في ايه ايه هي الحاجة او الهبة الجميلة اللي ربنا ادهالنا وميزنا بيها عن غيرنا يعني مثلا في ناس هويتها يعني ابسط الامور خالص يعني في ناس مثلا هويتها الطبخ لو احنا استغلنا موضوع الطبخ وطورنا من نفسنا وعملنا مشروع ده مش بس كمان هواية لا ده كمان مصدر دخل فيه برضو حاجات كتيرة جدا يعني مثلا في ناس هويتها الرسم عارفين ان الرسم حاجة يعني في نظر البعض وليس الكل ان هي حاجة عادية لكن بالعكس هي حاجة حلوة جدا بمعنى ان في ناس كتيرة جدا استغلوا موضوع الرسم وبقوا ان هم يرسموا على الهدوم يرسموا على الجينس مش بس كده كمان ابتدوا الاول ان هم يسوقوا لنفسهم بطريقة بسيطة جدا يعني مثلا عيد ميلاد حد قريب اجيب له مثلا اي حاجة كده جينس او تي شيرت قطن وارسم له عليها رسمة حلوة جدا وديها لهدية يا بجد قد ايه حاجة جدا جدا مميزة افكار كتير بس اهم حاجة ان احنا نبص جوانا وندور جوانا على اكتر حاجة احنا فيها مميزين وفي نفس الوقت لو احنا استغلناها صح مش بس انها تبقى حاجة حلوة لا دي كمان هتبقى حاجة مفيدة لينا والغيرنا يا جماعة مش بس كمان المواهب لا يعني مثلا الكورسات بما ان احنا برضو فاضين ننمي ونطور الموهبة اللي عندنا اجمل حاجة لما يبقى عندنا موهبة وكمان نسقلها بالدراسة دي بتبقى حاجات حلوة جدا مش بس كده كمان يا جماعة تعالوا ندور على اقرب واعز الناس اللي هنا ونسأل عليهم ونحبهم ونودهم يعني انا مش عايزة اقول ان الحياة الدقيق وصيارة بس انا عايزة اقول يا جماعة خلينا نستمتع بكل لحظة بتعدي فيها كل يوم جديد يعني بيعدي علينا لا بلاش بيعدي كل يوم جديد بيجي وبيهل علينا بيجي ومعا فرص يعني ايه فرص يعني مثلا حد بعيد عننا نسأل عليه حاجات كان المفروض ان احنا نعملها لا نهتم بيها ونعملها سكيلز او مهارات نطورها اهم حاجة ان احنا نبص جوانا ونطور من نفسنا بجد حقيقي هيفرق جامد جدا 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 معنا علشان الفترة الصيفية او الاجابة الصيفية نطلع منها باكبر استفادة ممكنة ما تكونش مجرد وقت وعدة وخلاص فنستفاد منها طورنا موهبة اتعلمنا حاجة جديدة اخذنا كورسات اتعلمنا رياضة اتعلمنا رياضة عملنا حاجات كتير بتفاصيل كتير وعلى فكرة اللحظة اللي بتعدي ما بترجعش تاني او بمعنى اصح العمر اللي بيعدي ما يتعوضش فعلشان كده خلينا نستفاد بكل لحظة بتعدي علينا مش بس احنا كمان نستفاد لأ وكمان نطور وينفيد غيرنا واهم حاجة ان احنا لما احنا نتعلم حاجة جديدة برضو نفيد بيها غيرنا بجد يا جماعة مش متخيلين قد ايه الموضوع ده هيفرق جامد جدا فيه برضو حاجات مهمة قوي لو احنا برضو يعني مش بصينا لها لا ادناها ولو حتى شوية اهتمام يعني مثلا الاطفال في در الرعاية والايتام وكبار الفن والمساعدة وايضا برضو الجمعيات الخيرية نحاول ان احنا برضو نفيد المجتمع بجد حاجات مهمة قوي 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 لو احنا راعناها او حطناها في الحزبان هتفرق كتير مش بس كده كمان يعني صحيح ممكن حاجة بسيطة بس بجد هتفرق جامد جدا في الشخصية او بمعنى صحة هتفرق جامد جدا في نفسية الواحد ان احنا نرسم ضحكة او نرسم بسمع بجد احنا اللي بنبقى مبسوطين اكتر من الشخص نفسه المهم ان احنا نستفاد وان احنا نتطور من نفسنا بقدر الامكان معنا اتصال تليفوني يا استاذ منصور الو استاذ منصور صباح الخير صباح الخير يا فندم ازاي حضرتك صباح النور استاذ منصور اتفضل او حضرتك بصراحة موضوع الامل ده فعلا شيء يعني مطلوب ومطلوب الناس تتكلم فيه كتير جدا لان الناس فيه ناس بدأت عندها بتصدر طاقة احباط او طاقة سلبية مزبوط او طاقة سلبية يعني فعلا ان يبقى موجود على طول ان البسمة والاشراكة والامل وان الواحد يحب بكرة ويبقى سعيد جدا وان احنا نحب اللي بنعمله مزبوط وان احنا نحب اللي بنعمله اه طبعا مهما كان يعني مهما كان اللي بنعمله الشئ ده صعب او من جوانا روتين ملن مش حابينه المشكلة ان تي ناس بيتحثثك ان الدنيا سوداء لا الدنيا مستوداء الدنيا وردية بس انت اللي شايفها غلط يعني شايف الدنيا بالعب مزبوط عشان كده بتصدق يعني مثلا طاقة سلبية بيتبقى شايف الدنيا وحش شايف المشاكل بتطبر معين هي مشاكل ممكن تبقى لها حلوة مزبوط بتلاقي الدنيا يعني كبرت دماغك والمشاكل بقى استعظمت وبقى اشلها حل او انت اللي بتشوفه انت اللي بتحدي ان انت عايز تبقى شايف الدنيا كويفة او الدنيا ورشة بالأمل والتكاؤل والحب والمعدة وحاجات كتير حلوة في حياتنا وان احنا نبسط الأمور واهم حاجة ان احنا نبسط الأمور بمعنى ان احنا ما نتديش للحاجة اكبر من حجمها يعني ممكن تبقى حاجة بسيطة بس لو احنا تنشلنا شوية لو احنا يعني لا الموضوع هيكبر الموضوع في الاصل حاجة بسيطة خالص شكرا لحمدد شكرا بشكرك جدا استاذ منصور وطابعنا الاخر الحلقة بشكرك استاذ منصور عايز اقول لكم حاجة مهمة جدا جدا وحاجة مفيدة ان في ناس كتيرة جدا بتبقى مصدرة للطاقة السلبية بيبقى الواحد مننا من جوا خير من جوا طاقة حب طاقة امل طاقة تفاؤل طاقة تفاؤل فبيجي مثلا شخصيات ما تصدر طاقة سلبية او بمعنى اصحي لا ايه دا انت متفائل ليه هو انا فيه نقطة بصراحة كنت حابة اقولها او بمعنى اصحي يعني النقطة دي اصلا تنفع موضوع حلقة الا وهي انا مش هستنى حد يسعدني انا هسعد نفسي بنفسي انا مش هستنى حد يجي يفرحني يجي يرسم البحكة على وشي لا خالص انا هبتدي بنفسي انا بالفعل خلاص انا بدأت بنفسي انا بدأت بنفسي بان انا اعتمد على نفسي في ان انا ازاي افرح نفسي على فكرة في حاجات بسيطة جدا ان احنا لو احنا عملناها هتفرق جامد جدا في المود هتخلي يومنا قد ايه جميل ومشرق الحاجات دي لو احنا عملناها وبعدها قابلنا بقى اللي هم الشخصيات الجميلة اللي بيصدروا لنا التقاط اللي هو يعني مرسي وشكرا قوي ليهم لو احنا جينا قابلنا الشخصيات دي بالعكس احنا من جوانا كده عملنا حاجة زي اللي هو شحننا شحننا طاقة ايجابية الطاقة الايجابية احنا اللي شحنناها بنفسنا ما استنن يعني احنا ما استنناش حد يجي يشحن لنا طاقتنا الايجابية لا احنا شحنناها بنفسنا لدرجة بقى عندنا بجد مناعة قوية في فاكسين اللي هو زي الفاكسين يا جماعة اللي هو التطعيم يعني عملنا الروحنا ده أخدنا مناعة ضد التقاط السلبية بلا الشخصيات لأن أكيد الشخصيات دي التقاط السلبية اللي عندهم أكيد هما ما اكتسبوهاش من فراغ بس الفكرة في أن إحنا يعني برضو ما نعملهمش وحش لا بالعكس ده إحنا نعملهم حلو جدا ونحاول بقدر الإمكان إن إحنا نغير المود بتاعهم ده حتى بيقولوا إن الدحك معضي إيه رأيكم بقى؟ يعني الدحك معضي فما بالكوا بقى بالطاقة الإيجابية ما بالكوا بإن إحنا ندي للإنسان اللي قدامنا أمل ما بالكوا إن لو حتى جيه شخص ما وجيه ألنا لأ ده الحياة فيها وفيها وفيها طب ثانية واحدة صحيح الحياة فيها وفيها أو الحياة فيها مشاكل بس كل مشكلة وليها حل وكل مشكلة مش لها حل واحد بالعكس كل مشكلة وليها يعني حلول كتير بطرق كتير لو إحنا يعني بلاش نفكر في المشكلة خلينا نفكر في الحل لو إحنا خلص المشكلة حصلت لكن لو إحنا جينا فكرنا في الحل بجد بجد هيفرق كتير قوي هيفرق كتير إزاي؟ هيفرق كتير جدا في الوقت في الجهد في الطاقة هيفرق كتير في حاجات كتير مش بس كده كمان هتغير نظرتنا للأمور بمعنى ان كان لسه استاذ منصور كان قايل ان في حاجات بسيطة لا على فكرة الحاجات البسيطة لو احنا بصنا لها بحاجة فعلا تتناسب مع حجم المشكلة دي عمرا ما فيه مشكلة هتكبر خالص اهم حاجة ان احنا هدوء يعني هدوء اعصاب مش هايز اقول برود اعصاب بس هو الفكرة في ان هو هدوء اعصاب ان احنا نبص للأمور كويس نحل للأمور كويس ما نديش الحاجة او المشكلة اكبر من حجمها وعلى فكرة مش كل حاجة يعني تحصل نقول عليها مشكلة بالعكس ما هو طالما ان وجد الحل يبقى ايه بقى مفيش مشكلة من الاساس طالما ان وجد الحل مستحيل هيكون فيه مشكلة بصراحة يعني مش قادرة يعني بصراحة يعني الحياة بتفاصيل الحياة بضغوط الحياة وبالاخص الامور المادية بقت الدنيا صعبة طبعا في وسط غالة الاسعار والتفاصيل دي فالدنيا بتبتدي تبقى يعني بتبتدي تبقى صعبة لكن ما هياش صعبة لدرجة المستحيل لان في الحياة مفيش حاجة اسمها مستحيل فيه حاجة اسمها ممكن فيه حاجة اسمها نفكر فيه حاجة اسمها ان احنا نشغل دماغنا فيه حاجة اسمها ان احنا نهد ده في حاجة اسمها ان احنا مثلا نعمل روحنا المشروب الجميل اللي بنحبه او بمعنى اصح كوبايت عصير لمون بالنعناع الجميلة المتوفرة في كل بيت بعدها نبتدي نفكر اهم حاجة هدوء الاعصاب لما احنا بنجي نفكر في المشكلة واحنا اعصابنا هدية متمالكين اعصابنا مديين لكل حاجة حجمها المزبوط مستحيل مش هنلاقي حل وقت حده مستحيل مش هنلاقي حل لا الحل موجود الحل في ادينا مش بس كده الحل قدام عينينا بس اهم حاجة ان احنا نفكر صح وندي للامور حجمها الصح وطبعا انا عايز اقول لكم اهم حاجة ان احنا نطور من نفسنا اهم حاجة في الدنيا هي تطوير الزات لان مع تطوير الزات حاجات كتيرة جدا هتفرق معانا دي مش بس هتفرق معانا ده احنا كمان لقينا لروحنا دخل مادي حلو جدا يساعدنا في المعيشة مش بس كده كمان فكرة ان احنا مش بس نطور من نفسنا نطور كمان من اقرب الناس لينا يعني مثلا ولدنا انا شفت ابني او بنتي شاطر في حاجة معينة طب ما انا اشجعوا طب ما انا ادخلوا مثلا ايه كورسات اصقلوا الموهبة دي بالدراسة مش بس كده كمان مثلا جوزي اخويا بابا اشجعهم احسسهم ان انتم موهوبين ان انتم عندكم حاجات مميزة طب ليه ما نطورهاش طب ليه يعني ما تفيدوش وتفيدو غيركم حاجات كتير بتفاصيل كتيرة اهم حاجة ان احنا نحب الحياة وقبل ما نحب الحياة ان احنا نحب نفسنا لما احنا هنحب نفسنا هنعرف كويس جدا نطلع كل اللي جوانا هنعرف كويس جدا ان احنا نحافظ على نفسنا هنعرف حلوة قوي ان احنا نبقى من الاحسن للاحسن ودي طبعا كلها حاجات جميلة جدا 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 وحاجات كلها مفيدة جدا انا عايز اقول لكم ان حلقتنا النهار ده زاخرة بالحاجات الجميلة الكتير اللي كلنا بجد يعني عايزين ان احنا نعرفها انا عايز اقول لكم فصل الصيف فرصة عظيمة جدا فيه بقى تفاصيل كتيرة جدا بالنسبة بقى للبنوتات وطلبة الجامعة وكده وبالنسبة لمشاكل الصيف والبشرة والتفاصيل دي انا عايز اقول لكم تابعونا النهار ده في البرنامج عندنا شوية تفاصيل بشوية حلول وممسكات والحفاظ على البشرة وازاي ان احنا نطور نفسنا وازاي برضو باقل وبابسط الامكانيات اللي موجودة في كل بيت مصري هنعرف نعمل احلى المسكات ونعرف كمان ان احنا نحل عيوب البشرة لان بصراحة انا من وجهة نظري انا الخاصة انا شايفة ان ما فيش حاجة اسمها بشرة فيها عيوب وبشرة ما فيهاش عيوب خالص وما فيش حاجة برضو اسمها الحد ده شكله جميل وامور والحد ده شكله مش 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 جميل لا خالص بالعكس في حاجة اسمها ان الحد ده من جواه حلو والحد ده اللي جواه مش حلو ولما بيبقى الحد ده اللي جواه حلو بجد الحلو اللي جواه بيضغى على اللي برا وهو ده الجمال الطبيعي احلى ما فينا هو جمالنا الطبيعي واحلى ما فينا هي فطرتنا وحب الخير للغير بجد الكلام معاكم ما ينتهيش نطلع لفاصل ونرجع لكم تاني استنونا بنجدد معاكم التحية واللقاء وعايزة اقول لكم ان انا النهار ده معايا مفاجأة جميلة جدا جدا يسعدنا وشرفنا ان يكون معانا النهار ده الجميلة سمر فارق خبيرة التجميل والعناية ذي البشرة وكمان النهار ده برضو مشرفانا الموديل الامر اسماء احمد اهلا بيكم اهلا بيك يا عملا ايه الحمد لله تمام بجد منورانا النهار ده في الحلقة وعايزة اقول لك فيك مئة اسئلة كتيرة جدا وبالاخص بما ان احنا في فصل الصيف فمش متخيلة بجد محتاجينك قوي يعني تجاوزنا على كل الاسئلة وكل الاستفسارات لان طبعا زي ما انتم عارفين ان في فصل الصيف يعني بتبتدي بقى تبان عيوب البشرة مع العلم انا قيل لكم في البداية ان ما فيش بشرة فيها عيوب كل البشرات كلها جميلة بس تبقى محتاجة شوية اه اهتمام اعتناق العناية بالبشرة الروتين اليومي اه وطبعا تفاصيل كتيرة جدا عايزين ان احنا نفيد بيها للسادة المشاهدين ففي البداية بقى استاذة سمر كده بقى عرفينا بنفسك اه سمر فرق اه ميكاب ارتست اشتغلت في فاشون اشتغلت في كذا كونوية قبل كده ودلوقتي حاليا شغالة شغلة حر نفسي بشتغل عرايس بشتغل ميكاب سوري بشتغل لو حد عنده حفلة مناسبة بنزل اي مهرجون فشغالة في كده حاجة يعني بس حاليا انا حر مع نفسي طيب من الواضح كده ان فيه ما شاء الله خبرة عظيمة في مجال الميكاب وبننزل بقى بنعمل ميكاب زفاف وبنعمل ميكاب سوري ومحطات فضائية كتير حضرتك بتروحيلها اكيد اكيد بقى فيه كده شوية مواقف محرجة على مواقف طريفة على شوية مفاجآت برضو الامر ما يسلمش اه ده طبيعي بي حشان طبيعي بي طب حكي لنا بقى قولينها عايزة موقف طريف كده او مش هايزول موقف محرج بس نوقف صعب شكرا لا واحنا طبنا احنا بنشتغل بي اتعرض المواقف كثيرة من زي ايه مثلا زي مثلا ان كنت ممكن تشتغلي على حد وتبقي عاملة اللوك كامل وتمام وما ثبوته معرفش حد يدخل من برا ايه ده لا مش بتعوده على شكلك كده ايه ده وحش قوي دي غيرت معي اه بالضبط حصلت معي قبل كده ان انا اشتغلت على عروسة وعملت له كنت مبسوطة قوي يعني انتي عموما ان ما بتشتغلي على عروسة ما ينفعش تقعدي حد معاكي وانتي بتشتغلي عليها عشان القراء كتيرة بتبقى متضربة ممكن انها هي تتردد الكلام ده كل انا كنت قاعدة معيها وخلاص واشتغلت وقلطت المفروض ان انا همشي فدخلت اختها ايه ده ده وحش قوي انت شبه العفريك كده ليه فاللي هو اه فعلا حصل طيب انتي كان رد فعلك ايه او عملتي ايه لما لأ هي البنتي حرام العروسة هي اللي بتبقى مظلومة بقى في الحوار اللي هو تصدمت كده وبعد ما كانت شايفة نفسها حلوة لقيت الرأي اللي حواليها لأ انا وحشة ابتدت بقى البزدرب كده فاللي هو لأ انا خلاص مش حلوة طب خلاص امسحيلي طب غيريلي طريت ان انا امسح تاني واعيد تاني من اول وجديد اه 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 المهم ان هي تبقى طالعة مبسوطة وراجعة عن نفسها يعني لأ اهم حاجة بتبقى عندي اه لان اليوم بيبقى بتاعها هي هي اللي لازم تبقى مبسوطة فيها اه طيب بمناسبة بقى فاصل الصيف والحر والمصيف والبحر والبسين والحاجات دي وطبعا والشمس صامت لك اساسي اكلمينا بقى عن مشاكل البشرة بوجه عام يعني البشرة في الصيف طبيعي بتتعرض لكمية ضغوط فضيعة يعني انت مجرد البشرة تعرقي تراب طبعا بيتراب بيدخل جوه المسام هببتدي اعملي بصور صودة تحت الجلد وحبوبه الكلام ده كله هبتبتدي بمشاكل البشرة بتظهر اكتر في فصل الصيف تمام فانا عليا لازم الوقاية والعناية اليومية بالبشرة لازم اعمل سكرابات مسكات طبيعية اعمل تأشير كل اسبوع للبشرة عشان البشرة طبيعي محتاجة تغذية فانا لازم كل يوم لازم اعمل روتيني يومي للبشرة روتيني يومي للبشرة نص صبح اصحى اغسل البشرة بغسول المناسب بتاعها لو بشرة ضهنية او جفة او مختلطة وبعد كده بحط مرتب للبشرة وبعد كده في اثناء اليوم ممكن اعمل مسك طبيعي في البيت ده طبعا بتبقى البشرة محتاجة مسك الطبيعي ده بقى محتاج يعني طبعا في كذا حاجة عندنا عظيمة يعني بنستخدمها اول حاجة الاساسي اللي انا بعاش اقول خيار بالزبادي ده طبيعي ده ترتيب ويتحط فوق العين للهالات السوداء والبقع والحاجات دي بقى حلو العسل اساسي العسل ده سحر للبشرة ممكن عسل مع معلقة قهوة نعمله على البشرة طبعا مش كله في يوم واحد يعني احنا ممكن ننوع على البشرة كل يوم حاجة مختلفة طب ما فيه برضو مسكات اللي هي بتاعي تفتيح البشرة زي مثلا بنحط اللي هو لبن باودر هو ما فيش حاجة بفتح مع نشا وميت ده طبيعي ده بيشد البشرة وماء زهر أو ماء ماء ورد اه ماء ورد ايوة ده برضو بيفتح البشرة هو مش بيفتح البشرة هو انت طبيعي البشرة في اليوم بتبقى لما كمية تقتربة وحاجاته الكلام ده كله انت بتبقي شايفة بشرتك غمقه فطبيعي ما بتعملي بتنظف البشرة وتحط المسكة بشرته اللي بتنور ازاي بقى نظف البشرة ونظف كده معها المسام وتبقى فريش يعني عارفة حضرتك كده البشرة بتتنفس اه طبيعي يعني عارفة الاحساس ده نعمل ايه بقى عشان البشرة تتنفس اكسجين شغيق زفير كده فيه روتين اصبيعه اصبوعي لازم اعمله ان انا اعمل حمام بخار للبشرة انضف المسام اجيب مثلا حمام حلة او جهاز البخار للبشرة واحط الوش عليه طبيعي الوش هيبتدي يعرق والمسام تتفتح هجيب قطنة وابرة البصور وابتدي انضف البشرة بقى من كل اللي فيها طبعا بيطلع حاجات فضيعة من البشرة وبعد كده ابتدي اقفل المسام بعد ما خلص اخسر وش بمية بتلج وبعد كده مية ورد واقفل المسام وممكن كمان ممكن نعمل لبن مكعبات لبن ونحطها او بس دي نعملها مرتين في الاسبوع لان اللبن في مادة دهنية ممكن تعمل حبوب دي بنعملهاش كل يوم بنعملها مرتين في الاسبوع بس حلو اوي فكرة مكعبات اللبن او بدل المية بس سؤال بما ان حضرتك قلت ان اللبن او مكعبات اللبن او فكرة اللبن يعني عموما ممكن يعمل حبوب هل ده عند كل البشرات ولا عند أنواع معينة من البشرة البشرة الضهنية بالأخص البشرة الضهنية دي معرضة لأي حاجة يعني أي حاجة مخالفة أو أي حاجة مضرة أو زادت عن الوقت اللي هي مسموح لها دي طبيعي بتربي حبوب تحت الجلد طب والبشرة المختلطة برضو البشرة المختلطة فيه جزء منها دهني أو قويلي شوية مزبوط طب إيه العمل معيها برضو البشرة المختلطة البشرة المختلطة مش بتبقى زي الدهنية أو في المشاكل بس بتبقى فيها مشاكل برضو طيب برضو هارطبها أهم حاجة في البشرة حتى لو دهنية لازم هارطبها البشرة أهم حاجة الترطيب عموما فهارطبها وبردو بعمل لها مسكات وسكربات فدي بتقلل معي المشاكل بتاعة البشرة طيب ومناسبة بقى الشمس إزاي أختار واقي للشمس لأنه طبعا الواقي للشمس أسماءه كتير ببرينتز كتير فيه سان بلوك فيه أفتر سان فيه سان سكرين فيه تفاصيل كتيرة إزاي بقى أختار الحاجة المناسبة لبشرته لأنه طبعا عارفين أنواع البشرات كتير اللي هي البشرة العادية والمختلطة والدهنية والجفة تفاصيلها كتير بأنواع كتير إزاي أختار الواقي للشمس بكل أنواع بكل تفاصيله مناسب لكل بشرة هو بصي وكل بشرة لها سان بلوك بتحها معين أساسي ما ينفعش أنزل الصوب من غير السام بلوك خالص يعني ما بين اللي هو طبعا قبل ما حط الميكا بحط برايمر طبعا فإزاي يعني إيه بقى الستيبس أو إيه قبل إيه اللي هو طبعا هاخصي الوشي بعد كده سكراب بعد كده ترتيب بعد كده بقى إيه بقى السان بلوك ولا برايمر ولا إيه وبعد كده بقى آخر حاجة لما يكيب فالي يعني الستيبس كتير والخطوات كتير واللييرز أو الضواءات كتير بص هو أساسي أول حاجة بعملي على البشرة لا فإيه القبلي إيه الأول؟ بص استعمل بلوك الأول عشان طبيعي ده اللي هيعملي العازل بتاع البشرة من أي حاجة مدابع لي وبعد كده هحط البرايمر بعد كده هحط فاندش بعد كده بقى هبتدي أسل من ملامح الوشي بالكنتور والكنتيلر ولو البشرة فيها عيوب طبعا هلات سودة أو حوالين الفم فيه سواد أو الحاجات دي كلها هبتدي حط كورريكتور طيب البشرة اللي فيها حبوب دي إزاي هتعامل معاها؟ الحبوب لازم لازم وساعة حبوب بتظهر فجأة يعني ممكن تقول البشرة مناسبة دي أساسي البشرة مناسبة زي الفل صحية تسئدة جات منين؟ بص انت عندك مناسبة يعني دي ما بتظهرش في المناسبات لا دي أساسي في المناسبات دي حقيقية بصي هو الميكاب عموما مش هيداري حباية هي الحباية هتفضل موجودة الحباية لازم نروح لدكتور يكتب لنا على علاج مناسب لها بتالي عشان تخفي إنما الميكاب عمر ما هيخفي حباية لو بقعة أو حاجة الميكاب يخفيها إنما الحباية بتفضل برزة معينا في الشغل فلوهو لازم دكتور هو اللي يكتب على العلاج مناسب لها كريم الأساس كريم الأساس ده دنيا تانية كريم الأساس ده عالم تاني ده حقيقية لو إحنا قعدنا نقول في كريم الأساس يعني هنتكلم فيه مش هتكفي خالص الحلقة خالص ده حقيقية ده مش بس كمان كريم الأساس ناخد اتصال إيمان فضلي وعليكم السلام أنا عند المشكلة في البشرة الحبوب كتير من البتنح خالص الحبوب الحبوب كتير إزاي يعني وشي في حبوب كتير وجذبت كذا حاجة وما نتعايز طيب هوا عمرك كم سنة بشرتك دهنية نوع بشرتك إيه؟ دهنية دهنية؟ طيب عندك كم سنة؟ عندك 18 سنة 18 سنة صغيرة طيب إيمان فيه مشاكل تانية غير حبوب البشرة؟ يعني سبحان الله يعني بتتصلي في نفس يعني بتتصلي في وقتك يعني مختارة الوقت الفتح لأن إحنا لسه حالا دلوقتي مع خبيرة التجميلة ونانايب البشرة سامر كن حالا دلوقتي بنتكلم في الحبوب ففي مشكلة تانية غير الحبوب إيمان؟ يعني هي الطلعة في وشي وفي أماكن تانية أماكن تانية زي إيه؟ مثلا زي دراعي، طهري تمام تمام ماشي في مشكلة تانية خالص غير الحبوب والأماكن التانية غير الوش والبشرة في مشكلة تانية؟ لا شكرا لحضرتك شكرا بشكرك إيمان ودلوقتي يا سامر هترد عليك هي بانوتا صغيرة عمرها 18 سنة وبشرتها فيها حبوب وزي ما بتقول إن الحبوب للأسف ما بتروحش وكمان في حبوب في مناطق تانية أو ده طبيعي ده سن ده حب الشباب ده سن تغيير واختلاف هرمونات عندها فطبيعي لازم ترجع لدكتور يكتب لها على علاج مناسب للحبوب وخصصا الحبوب تلاقيها طلعها في الدرعاتها وفي دهرها وفي المناطق المرأة ده فلازم ترجع لدكتور يكتب لها على علاج ومضاد حيوي والحاجات دي كلها طب إيه الحاجات اللي تنصح لها؟ ممكن تعمل ماسك طبيعي في البيت أنا بحبها جدا ده يعني شوية البطاطس تجيب بطاطس سوية وتأشرها بس ما تغسلهاش يعني تغسلها بإشرها قبل ما تأشرها وتأشرها وتبشرها وتحط البطاطس تلتسع على وشها المسك ده بيساعد ان هو يطلع على الحبوب اللي مكتومة تحت الجلد وبيساعد شوية على القضاء على البوع على السامرة اللي في الوش آية من السويس يا آية تفضلي آلو آية آيو يا آية تفضلي يا آية معاكي يا سامر خابرت التجميل والعناية بالبشرة لو سمحت أنا لما بحط المسك ماذا؟ سمحت حضرتك تفضلي أنا لما بحط المسك والمسك اللي بحطه اي ماسك بحطه في حمار بيظهر في وش اذا كان المسك ده نضيف او مش نضيف ماسك نوع ايه؟ اي ماسك بحط يعني المسك اللي حضرتك بتحطي هل هو ماسك شريه من برا ولا ماسك يعني حضرتك انت اللي عملها بنفسك لا بص انا بحط ماسك بعمل طبيعي في البيت من غير ما نقول اسماء برندات طبيعي في البيت احنا اعرف ايه سر الحمار لي بيزهر في البشرة يعني بشريتك حس؟ طيب في مشكله تانية استاذة ايه؟ او بيزهر حجز صغير كده بيبقى عني زي بميلايا ما بعرفت الحشو باي حاجز او عمرك قد ايه؟ يعني عني 17 سنة 17 سنة طيب اوكي في ايه مشكله تانية او حاجه تانية تحب تقوليها؟ شكرا شكرا بشكورك وسمر هترد عليك دلوقتي تجاوبك واضح جدا بشريتها حساسة جدا وبرضو نفس السن 17 سنة مشاكل البشرة حب الشباب كل الكلام ده كله طبيعي عملت مسك طبيعي عملها حمرار على طول هاتي تلج حتيها على البشرة هيرطب هيهدي معيك او لو مش تلجي هاتي شرائحها خيار حتيها عتمتصل الحمرار بتاع البشرة طيب الموديل الجميلة اسماء ورينا بقى هتعمللها ايه احنا نعمل لوق عليها النهاردة اوكي تمام ونشوف يلا نشوف طبعا الموديل حطى كريم اساس او حطى فالديشن يعني حطيني الفيز او الاساس يعني او رسميني الحواجب واحنا نقصنا بس هنحدد بس الوش بالكونتور اوكي والكونسيلور او الكونتور ده يعني ده احلى حاجة في الميجر على فكرة بحبه طبعا اه الكونتور ده فعلا هو اللي بينحط وبيحدد وبينور وبيداري يعني سحر اه جدا اه وانا هنا بقسم وشها عشان نبرز العظميتين اللي فوق مظبوط اه كده احنا بنعمل اللي هو البلاشر صح؟ لا ده كنتور كنتور باودر طيب اني بقى الافضل الكونتور الباودر ولا الكريمي ولا الليكويد ولا ايه عالم الميكب عالم ربين اه وكل حاجة وليها حاجة يعني انا لو بشتغل عروسة طبيعيا هشتغل كنتور كريمي اه وهشتغل بعد كده اي حاجة كريمي لازم تسبتها بحاجة باودر مظبوط لوس باودر اللوس باودر ده اساسي معنا مش الباودر المضغوطة لا اللوس باودر اساسي معي لعمل زي دقيق دي اه اه ايوا اساسي معي دي بتسبتلي الميكب لاني مع اي حبة عرق لو ما ثبتش اللي انا عملته ده كله هيتجمع وكله هيروح اه 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 كده احنا عملنا هنا انا بحدد الخضورت اه عند العظمة هنا عند العظمة تفك عشان لو فيه لغد او حاجة او التلام ده كله بعمل لها بخفيها تمام اه بعمل لها زل عشان تدري اي حاجة هنا ولو مثلا حبينا نعمل الدقن اللي هو زي ما بقوله طابع الحسن او دقة الحسن اه بنعملها طبيعي دي بنغمائي الامكن اهي تمام ايوا واو حلو قوي تسلم ايديكي حبيلي خليك هبتدي المناخير عشان اصغارها هي مش هتظهر بس انا بعمل لها زل تباني ان هي صغرة تودزم المناخير شويه او 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 كي ايه بقى الفرق ما بين ميكا بالعروسة الزفاف وما بين الخطوبة يعني أنا حاسة أن نفس الستيبس بنفس الجليتر بنفس كل حاجة كل حاجة بنعملها هي هي بس هنا بيحكمني الألوان يعني الخطوبة بتبقى لون الفستان على حسب لون الفستان هي عايزة لون فؤاني هيبقى عامل إزاي العروس أنا ببقى حرة قوي فيها لأن لون الفستان أبيض فأي لون هعمله عليها هيبقى حل على حسب كمان شكل وشها ونوع بشرتها والكلام ده كله كل ده هيمشي معاها هيبن فيها أكتر فهي هي نفس الستيبس اللي بنمشي عليها إحنا دلوقتي هنعمل ده لوس باودر لوس باودر يعني إحنا بنثبت بنثبت وفي نفس الوقت بيعمل زي إيه ده عشان يبان نحط الخدود ونحط الوش عامل إزاي تمام مزبوط نحط كتير يعني إحنا كده بنحط كتير لوس باودر كتير أو كل ده برضو هنفضه في الآخر بس ده الخطوة دي لازم مهمة عشان تثبيت الميكب ونبتدي نحط تحت الاماكن اللي احنا حطينا فيها فاتح أوه أوكي ده كده ميكب بسامبل خالص أوه سامبل خالص ينفع فورمل أوه ينفع ينفع تحضر به ينفع ينفع تخرج به ينفع كذا حاجة يعني تمام يعني أي حاجة كريمي لازم لوس باودر نصبت بيها ده كده الروج ده الروج اه بالنسبة بقى للروج فيه بقى حاجات كتيرة بقى اللي هو ازاي نزمي الشفاف ازاي نكبر ازاي نصغر التفاصيل دي تحس كده كأن الشفاف معمول لها فيلر كل دوت بيعتمد معي لو عايزة أكبر الشفاف بستخدم ألام تحديد وابتدي أمشي فوق خط الشفاف مزبوط مش على الشفاف نفسها وابتدي أمشي بألام التحديد وحدد الشفاف وبعد كده أرسم الروج بتاعي عادي عايزة أزم الشفاف هستخدم فونديشن وداري معظم الشفاف لو عايزة صغار الشفاف وابعد كده برضو بمشي بالروج وبحدد شكل شفاف جديد هو هنا بالنسبة للموضة الأسماء هي شفافة حلوة هنا دلوقتي احنا كبرنا ولا عملنا بنفس الرسمة الطبيعي لأ مشيت على خط الشفاف الطبيعي نفس الشكل الطبيعي بتاعي الشفاف ما عملتش لأنها شفافة كبيرة وشكلها يعني مش محتاجة أنها تجبر طيب عايزين بقى نعرف لسادة المشاهدين اللي هي ألوان الصيف ميكب 2021 الموضة بقى الصيف يعني مصيف وألوان أه ألوان كيف بقى الألوان بقى اللي طلع موضة بقى لصيف 2021 بصي الألوان الأساسية الموضة حلوة قوي فيه الألوان التورابية والنود النود النود حلوة قوي والكشمرات كل الألوان دي معنا في الصيف بتبقى حلوة قوي تمام فأنا أستخدم لو بالنهار هشتغل على النودات وعلى الكشمرات اللي هي الخفيفة قوي وفي الليل بقى ابتدأت رائعة في الألوان ممكن أحط أصفر وحط فوشية الحاجات دي خصوصا في المصايف الألوان دي بتبقى حلوة قبل طبعا ده هايلايتر هايلايتر بحطه عشان أعمل إضاءة للبشرة وابرز برضو عظمة بحطه على الأماكن اللي هي مفيهاش عيوب لها مسامات واسعة ولا حجوب ولا أي حاجة عشان يبرز معيه شكل الميكاك بحط هنا بالنسبة للي هنرسم آيلاينر ولا لا أول ده اسم باللوك من غير آيلاينر آه حالو يعني ممكن نستغنى على الآيلاينر ويطلع اللوك بتاعنا كامل جاهز من غير أي حاجة يعني اللي هينار مش كل حاجة في الشغط طبعا هنحط لها مسكرة أو كده أنا حط مسكرة حطي نقطة أوكي أو هنحدد العين من آه ممكن هنحدد العين من تحت آه ممكن ااخد لون اي شيء بقسويد عايزي خالص آه ساعات كده بيبقى عندنا عارفة الحاجات الفجأة ديت آه مناسبة فجأة آه ميكا بيل طوارق آه يعني عايزين نقول ميكا بيل طوارق لأنها مش لاقي أي مسمى تانية تناسب مع غير اللي هو ميكا بيل طوارق نعمل اي بقى نعمل ايه نعمل ايه بصي اساسي طبعا أي بنت عندها طبيعي فونديشم مسكرة عندها بلاشر عندها الحاجات دي ممكن نستخدم كذا حاجة كذا غرق يعني نستخدم حاجة واحدة كذا غرق أوكي آه يعني ممكن نستخدم المسكرة واستخدم منها أي لينار طب بمناسبة بقى المسكرة وإن إحنا دلوقتي نشغالين في العيون آه آه بيبقى فيه كده شوية آه تريكس آه آه زي نكبر أو نعمل فوليوم آه لرموش كسيفة مع العلم الرموش آه آه الرموش خفيفة آه أو مثلا الموديل رموش هبوني آه فهارفة رموش البوني دي تحسي لو كأنه ما فيش آه آه فنعمل إيه بحس ندي كأن إحساس كده كأنها مركبة رموش رموش ما لعلم الرموش خفيفة جدا آه تمام أوكي هعمل مسكرة هرسمها هحطها عادي آه وبعد كده هبتدي تنشف شوية أوكي هروح حطها طبقتين تمام ممكن هحط ثلاث طبقات بس كل طبقة هحطها بعد التانية بعد ما تنشف تمام فبالتاني هتكسف معنا الرموش ويبقى باني إن إحنا حطين يعني رموشنا باينة طبيعية وحلوة ومش حط رموش بقى ولا حط جلو ولا الكلام ده كله آه في نفس الوقت طبيعي وحلو بس في شوية تريكس كده بس معها يعني اللي هو هنحط بودرة تلك أو نحط لوس باودر على رموش وبعد كده نحط لأ طبقات طبيعيا مش هتطلع لك لون الرموش بالسواد اللي انت عايزاه هتبقى باينة طالعا إن هي لونة جريف همم فطبيعا هنا ما هزهر في إضاءة أو نور أو الكلام ده كله هيبان عندي إن أنا بس إن وضع ده منتشر قوي آه لأ لأ خالص يعني أنا محطش أي حاجة عليها ممكن لو نشفت هحطي لها نقطة زيت جوز هند لو المسكرة هنشفت معي أو عاية استخدامها نقطة جوز هند وخلاص والكلام ده كله هيحل معي المشكلة هنا هبتجي أدمج اللون الأسود مع البنية عشان أنا هحطالها بنيات فوق العين كده هحطينا محدد بنحدد الجفن الجفن السوفلي من طاعة الجفن السوفلي بأي شادو ودلوقتي بنعمل بلندنج عليه أو بندمجه طبعا عزيمة طيب لو أنا مثلا مبتدئة في الميكب إيه هي الحاجات اللي تبقى عندي كالسه حده مبتدئ خالص يعني لست أبيض يا ورد هتبتدي فيه كمجال بيزنيس ولا هتبتدي فيه اللي هو اللي كانت كالسه مبتدئة خالص هذه حاجات بسيطة قوي يعني ما تقترش على نفسك الموضوع هاتي فاونديشن هاتي بلاشر هاتي مسكرة ألم كوحل أساسي العابي بالروجات ممكن تاخذي الروج تقديمي منه بلاشر ممكن لو لهم بني تستخدميك كالكونتور يعني ممكن تستخدمي الحاجة لكذا غرد ما تضغطيش نفسك ولازم يبقى عندي كل الأدوات بتاعت الميكب والماتيريا ممكن فرشتين بس هما اللي يكملوا معايا في كل حاجة يعني مش لازم أبقى لازم شانطة ولازم كل حاجات تبقى كامدة أوكي برضو من ضمن الحاجات في الميكب اللي هي العيون المبطنة دي صعبة لاني مهما عملتها ميكب برضو رأسنا مدرية هنا بحتاج شوية ان انا برزها بألوان غمقة مزبوط هبتدي استخدم معها سموكي عشان العين تبتدي تبرد هبتدي اشتغل على الايلر من آخر العين كده وبتدي عرده عشان شكل العين يبقى ظهر معي هبتدي استخدم معها ألوان جريئة ألوان جريئة عشان شكل العين صريحة لاني مهما عملت ألوان فتحة مش باين معيها وبتدي اشتغل على الحواجب وكلام ده عشان شكل اللوك في الآخر يطلع مزبوط مزبوط اه كده خلاص اللوك اه كده خلاص اه جاهز اه وده كده اللي هو اللوك السامبل اللي هو اللي ينفع اللي هي نحضر مناسبة او مثلا لو انترفيو في شغل جديد او في عمل جديد انا رايح اعمل في انترفيو اي حاجة لو عندها سهرة اه عايزة تخرج جالت لها مناسبة مفاجئة الكلام ده كله اه وتمام معنا اللوك ده يبقى جاهز خطواته سهلة و بسيطة ماخدش وقت ماخدش متاريال منينا كتير اه لا فعلا بجاد لوك جميل جدا اه للاسف وقت حلقتنا خلاص كده اوشك على الانتهاء اه للاسف وقت حلقتنا خلاص لكن حبنا ليكو عمرو ما يخلص يا رب نكون افدناكم اه كانت معنا النهاردة كانت معنا النهاردة خبيرة التجميل والعناية بالبشرة سمر فرج والموديل الجميلة اسماء احمد بجد بشكركم جدا وبجد كانت حلقة جميلة قوي يارب تكونوا استفادتموا يارب احنا نكون قدمنا لكم معلومات تكون فادتكم بشكركم جدا جدا وان شاء الله يوم جميل ويوم سعيد عليكم كلكم ان شاء الله شكرا ونقول لكم سلام عليكم موسيقى موسيقى موسيقى